نادي الزمالك مشكوراً بث من قليل نعي الكابتن طلعت شتا وقال نادي الزمالك إن لله وإن إليه رجعون ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب وببلغ الحزن والأسى الدكتور طلعت شتا كابتن مصر والأهل السابق في كرة اليد خلص التعازل أسرته ومجلس إدارة الأهل رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان وده متوقع أستاذ برئيم لأن كابتن طلعت كان كابتن الجيل ده اللي كان معاه حسين لبيب وكان معاه حسين صائر وكان معاه حصلوه في الآخر لكن هو بينه بينك وده على فكرة دربهم برضو اعتقد يعني مش متذكر قوي إنما طلعت شتا يخص مصر كلها ويخص كرة اليد المصرية الإفريقية والعالمية يعني ده أعتقد كانت لمسة طيبة في إطار أجواء بتتغير أجواء بتتغير علاقة الأهل والزمالك علاقة طبعا تاريخية زي ما الناس كلها عارفة لكن السنوات الأخيرة كان فيها بما لا يهمله أحد نوع من التوتر شوية اللي زالت أسبابه وأعتقد المجلس الجديد كان النادي الأهلي في البداية بعت برقية تهنئة للمجلس الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب وباقة ورد رد نادي الزمالك بتأدير وشكر للنادي الأهلي على هذه البرقية بل إنه شفنا كلنا نادي الزمالك بيوجه الدعوة رسميا لمجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة نادي الزمالك أعتقد هتشوفه دلوقتي البيان اللي كان طلعه نادي الزمالك والاهتمام اللي كان في كل المواقع بدعوة مجلس إدارة الزمالك لمجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة نادي الزمالك الكلام ده يا جماعة رجع الناس لأصل الصورة أصل الصورة اللي انت شفت جزء منها دلوقتي في التفاعل الاجتماعي في تعزية مجلس إدارة الزمالك للنادي الأهلي في فقيده الكابتن طلعت شتم لكن كمان رجع الناس بالذاكرة بعيدة قوي وإحنا بنستعرض صور الفريق مرتاجي من شوية ظهر فيها صورة الفريق مرتاجي مع كابتن محمد حسن حلمي زمورة وطبعا في صورة تاريخية أو كتيرة أو صورة الكابتن صالح عليه رحمة الله مع الكابتن حلمي زمورة والكابتن حسن حمدي مع الأستاذ ممدوء عباس كابتن صالح مع الكابتن حلمي فيها وقع عباش مهندس الكل بيتحكاها إنه لما نجح كابتن صالح كرئيس للنادي الأهلي في انتخابات 80 كابتن حلمي كلمه وقال له عايزين معاهد عشان مجلس إدارة الزمالك ييجي يهنيك ويهني مجلس إدارة الأهلي فقال له كابتن حلمي مش انتوا اللي تيجوا أنا اللي جيلكو وخذ مجلس إدارة النادي الأهلي بعد انتخابات 80 وراح زار نادي الزمالك عشان يتلقب نفسه تهنئة الكابتن حلمي ومجلس إدارة الزمالك نوع من التقدير يعني هكذا كانت علاقة الكبار وتأديرهم للعلاقات اللي الواجب تكون وطبعا الكابتن حسن حمدي مع الدكتور كمال درويش والمهندس عدلي كان شاهد على أنه حتى في وقعة وائل الأباني وفي كذا وقع في انتقالات اللاعبين ومشاكلهم وجده وغيره كان الكابتن حسن دايما بينحاز اللي حسن العلاقة الطيبة كابتن الخطيب في الصورة اللي فوق منها لا دا أنا هقولك عجب أبا أنت دي بس هفكر الناس بالصورة اللي فوق منها زمالك هيلعب فينا الأفريقية 84 كابتن الخطيب نجمي النادي الآله وكابتن وقتها راح تمرين نادي الزمالك عشان يشد من أزر لعبة الزمالك قبل خود المباراة النهائية في بطولة أفريقيا شايفين أنتو تلت صور بتختزل تاريخ طيب جدا من العلاقات أنت عايز تتكلم في جزئية كابتن حسن حمدي وعلاقته بالزمالك في وجود الدكتور كمال درويش أي وقت وقعت الأباني لقيت تلفون من كابتن حسن كان بتكلم وهو في الأهرام قال لي أنه عندي الدكتور كمال درويش وكلمني في نقطة أن وقل الأباني يعني عايز يجدد مع الزمالك ولكنه مضى للأهلي وهو الراجل عايز يرجع في الكلام وقلت له طيب أنت عايز يا حضرتك قال لي عايز نرجع له العود قلت له خلاص هبعته له حالا قال لي لا ده رئيس النادي ما تبعتهش العود آه هيبعت لك حد هو مسؤول يستلم تده له شوف شوف قمة التحرير ده رئيس النادي ما تبعتلوشه له هو اللي يبعت يستيخده حد مسؤول يخده شوف تقديرك احترام متبادل متبادل عشان كده يعني أنا حتى يعني الدكتور كمال في كل المواقف يعني جاء حضر مات في الريال مادريد القرن وبعت لنا برقية تهنيئة اي سيبك من دلوقتي الظروف بتضغير ساعات لكن لا هي دي كانت العلاقة هي دي كانت علاقة ليه لأن مش فلان وفلان اي كيان وكيان فتجد ان رموز هنا ورموز هنا بتعاملوا مع بعض ازاي ام لحد ما جاء بعض المتغيرات حد يبتدى في الاول خطة كده وبعد خطة كده بعدين الشكوش بقى مرزبة وبعدين بقى كل حاجة وبعدين طب هل ده كان طبيعي لا ما كانش طبيعي ما كانش طبيعي وكان لصالح اخرين